سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من المشهد السياسي وحلقة اليوم حول سوريا سوريا من زاوية مختلفة التي تناولناها فيها في الحلقتين السابقتين أو أكثر حول الحدود السورية الأردنية تناولناها في أكثر من حلقة أعتقد والحديث عن الانسحاب الأمريكي الذي بدأ يصبح جديا في تطورات الجارية حول الاحتلال الأمريكي في العراق أيضا أعتقد في أكثر من حلقة تحدثنا عنها الآن سأتحدث عن نقاشات تديرها المعارضة السورية ومواقف وحضور يوتيوب ومقالات وتعليقات على صفحات الفيسبوك وأرى أنها تحظى بعض الرواج في دوائرها طبعا لكن تحتاج إلى مناقشة هناك فرضية تتضمنها مجموعة هذه المداخلات حول الوضع في سوريا من زاوية نظر المعارضة أو الكتلة الأوزن في المعارضة تريد أن تتحدث عن عزل الوضع في سوريا عن سياق المواجهة الدائرة في المنطقة مع كيان الاحتلال بمعنى الافتراض بأن العناصر الحاسمة والمؤثرة في سياغة الوضع في سوريا إقليمياً هي بين تركيا وعلى ضفة مقابلة إيران وروسيا وداخلياً هي بين الدولة والمعارضة على صيغة النظام الجديد واعتقادي بدون ما يأخذ موقف عدائي بكل موضوعية أن هذا نوع من السطحية والسذاجة والعيش خارج التاريخ أولاً لا يوجد شيء اسمه قدرة تركية على فرض وقائع تغير في المعادلة السورية خارج السقف الأمريكي من يتوهم أن تركيا تدخلت لحسابها ووفقاً لحسابها ساذج وسطحي سياسياً التدخل التركي في سوريا بالقوات المسلحة وبالموازنة وبالقضور الاعتباري وإثارة النعرات المذهبية وباستحضار ورعاية كل وزن الأخوان المسلمين وبتشكيل قاعدة خلفية لكل جماعات الإرهاب التي لا يستطيع أحد من المعارضة أن يدعي بأنها هبطت من السماء أو جاءت عبر البحر أو عبر لبنان الكتلة الأوزن بدليل التمركز في إدلب وأطرافها هي تلك التي جاءت عبر تركيا دخلوا إلى سوريا ودخلوا إلى العراق حتى داعش من أين ما عم بحكي أنه الدواعش اللي كانوا في العراق وخلايا نائمة وكانوا بالنصرة والتحقوا وكانوا تنظيم قاعدة في خمسة آلاف سيارة تويوتا موديل 2014 دخلت مع داعش إلى سوريا والعراق كيف دخلوا؟ من وين؟ معلوم من اشتراهم ومن مولوا قطريا ووضعوا في تركيا واستقلتهم الجماعات التي اقتحمت الحدود وانتشرت عبر الحدود وأحدثت ما أحدثت من زلزال برعاية أمريكية كان معلوما أنها محاولة للتعويض عن النقص الحاصل في القدرة العسكرية للمعارضة التي كانت النصرة قد أصبحت القوة الضاربة فيها بعدما تراجعت الفصال الأخرى وذابت فيها جيش حر وغيره وسوا وبالتالي هذه التركيا فعلت كل هذا بصفتها القوة الضاربة لحلف الأطلسي القوة التي طلب منها أن الخليج يمول الخليج لا يمول تركيا الخليج يمول مشروع أمريكي في سوريا وأن واشنطن ترعى إطارا سياسيا دوليا في مجلس الأمن وفي سواه لتقديم الحماية لمشروع إسقاط الدولة السورية تشكل حلفا اسمه أصدقاء سوريا يضم 114 من الدول عقد مؤتمره الأول في تونس هذا كله ليس لحساب تركيا هذا لحساب أمريكا وتركيا تعمل لحساب أمريكا حتى في الاشتباك مع روسيا كانت تركيا مستعدة أن تمضي إلى الأبعد لو قدم لها الأمريكيون تغطية وتحملوا تبعات مواجهة تركية روسية تفرض على أمريكا الاختيار الذهاب إلى التسوية أم الدخول في مواجهة مع روسيا لأن ما طلبته تركيا يومها كي تمضي قدما في المواجهة غطاء الأطلسي يعني جيبوا لنا باتريوت وعطونا منطقة عازلة وافتحوا البند الخامس من ميثاق الناتو الذي يقول ماذا نفعل عندما تتعرض دولة عضو في الحلف إلى الاعتداء وبالتالي أسقط الأتراك الطائرة أو أسقطها الأمريكيون وتبنى الأتراك المهم أن هذا المسار تحت سقف أمريكي في أمريكا الآن أمريكا إذا قررت الانسحاب من سوريا ستخرج تركيا ستبدأ تفاوض مع روسيا وإيران على صقف منخفض للخروج عنوان ما سبق ودعت إليه روسيا وإيران مرارا العودة إلى اتفاق أضنى لأن المجموعة الكردية ستتحلل كسلطة وكقدرة عسكرية تستطيع الوقوف بوجه الدولة السورية بمجرد الانسحاب الأمريكي والانسحاب الأمريكي لا تحكمه العوامل السورية يعني كمان ساذج مرة أخرى من يعتقد بأن حسابات أمريكا لها صلة بالمعارضة وغير المعارضة أو بتركيا وغير تركيا حسابات أمريكا أولا وأخيرا ارجعوا يا شباب منذ بداية الحرب على سوريا وهي ليست أزمة سورية الحرب على سوريا استعملت عناصر تأزم داخلية كما الحرب في 2006 استعملت أطراف لبنانية ووظفت المعارضة لحزب الله في خلفية كل واحد منهم حساباته الخاصة يمكن لكن من قرر أنه لا يمانع بأن يكون في السلة الأمريكية شرط أن يتقلص من حزب الله وأمريكا ستتخلص من حزب الله إذا قيض لها لحساب إسرائيل مش مهم هو شو بيصنف حاله هو جزء من جبهة الجبهة التي قررت أمريكا أن تشكلها لمواجهة سوريا واستثمرت فيها على أطراف معارضة وقدمت لها دعم مالي ودعم سياسي ودعم إعلامي لا تصير كيانات ولا تصير تشكيلات ولا يصير إلى صوت مسموع ولا يصير عندها مواقع إلكترونية ولا يصير عندها حضور في وسائل الإعلام الأجنبية ويصير شخصيات وزعامات وتعمله المؤتمر ثم يبلشوا بإسم جسم مشكل اسمه المعارضة هذا فعلته أمريكا وموله الخليج ورعته فرنسا وبريطانيا في وظيفة هذه الوظيفة أولا وأخيرا طبعا في مشروع الهيمنة الأمريكية الذي فشل في حرب العراق فشل في حرب أفغانستان فشل في إسقاط سوريا وإيران من بوابة حرب 2006 حرب تموز ضد حزب الله فجاء إلى سوريا من أجل ماذا؟ إذا كسرت الحلقة السورية طبعا آسيا فتحت أبوابها لأنه عزلت إيران عن المتوسط وأصبحت تعاطي مع إيران بحسابات مختلفة أمريكا منتصرة في سوريا يعني وجودها في العراق يصبح هو المقرر ليس الوجود الإيراني ولا التحالفات إيران والمعارضة العراقية التي جاءت يعني بين إيران وأمريكا في معركتها مع نظام صدام حسين ستصبح أجزاء أساسية منها أقرب إلى أمريكا إذا اختل ميزان القوى لصالح أمريكا بمنطق المصلحة ومنطق السلطة والوصول للسلطة والحفاظ على مكاسب السلطة وبالتالي أمريكا التي بيدها سوريا والعراق تم فتح أمامها أفاق جديدة سواء في كيفية التفاوض مع إيران وثقوف التفاوض أو في ترتيب الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تحلم بإقامته وهذا يعني طبعا منع روسيا والصين من الوصول إلى المتوسط هاي في المشروع الأمريكي لكن هذا له مترتب إقليمي هو الأساس أنه إذا ما كان في فرصة لتحقيق الهدف الأبعد اللي اسمه إعادة بسط الهيمنة التي تضمن عندها لإسرائيل أمنها ويدها العليا وترد لها الاعتبار كقوة ضاربة في المنطقة إذا لم ينجح هذا المشروع على مستوى آسيا ففي حد أدنى اسمه أمن إسرائيل أمريكا تريد أن تخرج سوريا من معادلة تشكيل عنصر احتضام ودعم ومؤاذرة وحلقة مفصلية في بنية نشأت على مستوى الإقليم عنوانها مقاتلة إسرائيل اسمها لاحقا صار محور المقاومة موقع سوريا لمن سنة 1982 رعى المقاومة في لبنان وقدم لها الدعم والمؤاذرة وتعاون مع إيران التي قدمت مالا وسلاحا ورعاية معنوية وسياسية من أجل أن يصلوا بعود هذه المقاومة وتحولت بفضل هذا الدعم وبفضل بنيتها الذاتية وبفضل الدعم الشعبي وبفضل إنجازاتها وتضحياتها شهدائها وقادتها إلى قوة إقليمية يحسب لها الحساب هذا التطور التحول وفي قلبه سوريا بدأ يشكل خطر وجودي على مصير كيان الاحتلال وبالتالي إخراج سوريا منه والمفاوضات التي دارت قبل تفجير المواجهة في سوريا اللي بيفكروا الشباب بالمعارضة إنه إني عملوها الرسائل إجت إنه بنعمل سوريا مصر تاني وتونس تاني لحق حالك هيك الكلام اللي وصل للرئيس بشار الأسد شو لحق حالك عطينا شيء أجمل إسرائيل هذا الكلام القطري كان ملاحقا الإماراتي وبعضه جاء بصيغة نصح يعني بخلفية الظن إنه عم يخدمه سوريا وإنه بنعمل لك مثل ما عم يعمل للبحرين البلاء حقوق إنسان مطفاية العالم كلها كاميراتها وما حدا بيشوف شيء وما حدا بيسمع شيء ومنظمات حقوق الإنسان في العالم خرساء تجاه ما يجري في البحرين ويدخل درع الجزيرة ويجتاح وتضرب المعارضة والعالم كله يصفق لنظام البحرين فأنت تحصل على شيء مشابه عطينا شيء لإسرائيل شو الشيء لإسرائيل يا خي لا تعمل سلام ولا تتنازل ولا هذا كفف لنا سكرناها الحنفية على حزب الله وملش حطه شروط هاي بتمرق وهاي ما بتمرق وهاي بتصير وهاي ما بتصير مكاتب حماس عملها مكاتب سياسية هي فصائل مقامة والغيل للمعسكرات والمستودعات والدعم اللوجستي يعني اطلع من موضوع المقاومة طيب هذا هو المحور ولأجل أن سوريا لا تزال ترفض يبقى الأمريكي في سوريا طالما وهون أنا بقول حتى في بعض أصدقاء دولة سورية وأصدقاء المقاومة وفضاء محور المقاومة يفترضون أنه فيه إمكانية لانسحاب أمريكي من سوريا دون معادلة تتصل بالصراع مع إسرائيل هذا وهم أيضا يعني الأمريكي وجوده في سوريا بقاءه في سوريا متصل مباشرة غير العراق متصل مباشرة بمعادلة مواجهة مع إسرائيل وبالتالي إذا ما فيه تسوية كبرى بقلبها موضوع ترتيبات تتصل بوضع إسرائيل إذا ما إسرائيل ضعيفة لدرجة أن الانسحاب من سوريا يمكن أن يشكل تعويضا عن بعض المطالب التي يمكن أن تذل وتهين إسرائيل أكثر بيقول الأمريكي طيب أنا بدفع من كيسي أنا كفيل والكفيل حطات إذا ما وصل لهون الانسحاب يصير هو ثمن لشراء هدنة لوقف تذحرج نحو حرب شاملة يمكن لإسرائيل أن تنهار فيها إذا ما صار هيك ما بيعرض الأمريكي الانسحاب على الطاولة وبالتالي هلأ بيعرضوا إذا صار امتداد الانسحاب من العراق هذه حالي تاني فإذا سوريا بقلب الصراع العربي الإسرائيلي ما حدا يتوهم لا من محبي المقاومة ولا من معادي سوريا والدولة السورية من موقع أنهم معارضة سوريا ولذلك تركيا موقفها مبني تحت سقف أعلى من موقفها اسمه قراءة الأمريكان لوين رايحين إذا الأمريكان رايحين على حرب أمريكا تشد الرحال إلى الحرب كمان اللي مصدق أن تركيا بتروح بتعمل حرب بسوريا إذا ما عنده غطاء أمريكي أو إذا ما عنده تفاهم مع روسيا وإيران وتفاهم كمان بعده بده شوية تدريب بالسياسي التركي لن يغامر بحرب في سوريا يغامر أو يذهب إلى الحرب إذا الأمريكي يشمر عن جنوده ونازل أو إذا في غض نظر روسي إيراني لحسابات خلي نمشي مع التحليل البراجماتي اللي بيقول يمكن في مصالح في مقايضات بأماكن أخرى فلا مانع من أن تكون لتركيا حزام أمني طبعا هذا لن يحدث يعني لأن حسابات روسيا وإيران مش هيكي بتنبنى بس أنا عم روح مع التحليل الافتراضي اللي بيحاول يقول ما هي الشروط النظرية حتى غير الواقعية بها الحالات التركي بيروح ما بيروح لا يشتبك مع روسيا وإيران وأمريكا مش بظهره وما بيروح لا يشتبك مع أمريكا وروسيا وإيران مش بظهره وبالتالي إذا ما ننفتش دائما ديناموين العنصر المحرك العنصر المحرك هو الصراع العربي الإسرائيلي فينا ياس بتحب تقول أنه هذا الصراع انتهى وما عنده وجود ومش هو اللي بأجته فالأقصى يفيق العالم كله ويذكر المنطقة كلها وهذا بعده هو العنصر الحاكم المقرر وهذا ذكاء استراتيجي لسوريا غير الإخلاص والوفاء للمبادئ والذي يسجل للقيادة السورية لكن أيضا الذكاء الاستراتيجي من البدايات يوم انتصرت الثورة الإسلامية في إيران اكتر راحوا بتخيالاتهم أنه موضوع علويين وشيعة وإلى آخره والموضوع له صلة بقراءة الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه أنه إيران تعود خروج مصر من معادلة المواجهة مع إسرائيل وهي ثقة الاستراتيجي سيكسر التفرد الإسرائيلي في الإقليم وهذا الذي حدث وبناء عليها نصح صدام حسين لما راع على الهرب مع إيران أنه أنت من رائع أولا بوصلت الأمن القومي نحو الغرب يعني نحو فلسطين وانت رائع على الشرق وتانيا إيران التي أسقطت علم إسرائيل من فضائها ورفعت علم فلسطين هي شريك وحليف وإذا في من خلافات وهذا اللي قاله ضلت سوريا تنتقد من بعض أصدقاء إيران كيف بتصوت على القرارات بالجامعة العربية التي تتحدث عن جزر الثلاث الإماراتية لكن هاي سوريا التي كانت تؤيد أن هذه الجزر عربية ويجب أن تعود للإمارات هاي سوريا ذاتها كانت تقول للإمارات أنه إذا عندكم مشكلة مع إيران إيران شريك العرب في قضيتهم المركزية فلسطين الخلافات معها تحل بالحوار والتفاوم هاي منطق سوريا طوال أكثر من أربعين سنة صاروا خمسة وأربعين منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبناء على هذا المنطق هاي السوريا طلع معها طلع معها أنه لا يزال الصراع العربي الإسرائيلي هو العنصر الحاكم بناء على بدكم تفكروا يا شباب عندكم تطلعات لأدوار بسوريا ونظرة خاصة للوضع الداخلي بسوريا كويس لكن بدكم تجاوبوا على سؤال سوريا وين بتشوفوها بالصراع العربي الإسرائيلي إذا بتشوفوا سوريا في الخندق الأمريكي يعني اللي بدوا تطبيعه اللي بدوا علاءات سلام هذا ما رح يصير بصراحة هذا عمل بسوريا اللي أنتوا قدامه الآن وتبقى سوريا هكذا إلى أن تصبح في فرصة لا تكون سوريا القلعة في محور المقاومة كما كانت قبل حربكم السيئة السيط والذكر موافق عليها على مضض من قبل الغرب والعرب أنه لا حوله ولا أنه مضطرين نتعايش ونتساكن مع سوريا دون احتلالات أجنبية يعني يخرج منها الأمريكي والتركي تستعيد وحدتها تستعيد قدرتها وهي قلعة في محور المقامة لأن البدائل الأخرى أشد سوءا ومجلبة للمشاكل لما بيوصل الأمريكي وهو سيد اللعبة في معسكره لما بيوصل الأمريكي إلى هذه القناعة كله بيوقف بالصاف وأنا رأيي أن الذي جرى طوال فترة الماضية بالتأسيط وعلى البطيء وعلى سقوف منخفضة هو في هذا الاتجاه بمعنى أنه الانفتاح العربي وعودة سوريا إلى القمة العربية الذهاب التركي إلى أستانة مع روسيا وإيران بدل المواجهة كله اعتراف بالعجز عن المواجهة يعني المشروع الذي قامت الحرب على سوريا على أساسه دليل سقوطه هو تفكك أطرافه وذهاب كل منها باتجاه البحث عن شكل للانخراط إما مع سوريا وإما مع حلفاء سوريا تمهيدا للانخراط معها ولو بقيت الخلافات على الأحجام والأدوار والتفاصيل لكن لا يمكن أن تقول تركيا راعد على روسيا وإيران وليس بحسابها أن هذا المدخل من أجل العودة إلى سوريا ولو ضمن مطالب وصياغ وتفاول وبالتالي سوريا الجواب الأول فيها قبل شكل النظام وقبل غيره وقبل الإصلاحات وسواها وتقاسم السلطة وهذا كل هاي تفاصيل تحت سقف أي سوريا سوريا محور المقاومة أم سوريا الاستسلام والتطبيع ما فيه يعني أو نبقى في الذي نحن فيه واللي خياره سوريا الاستسلام والتطبيع ما يستحي يقولون هذا هو مشروعي أنا وبالتالي أنا كل البيض حطوا بالسلة الأمريكية الإسرائيلية وإذا صار في فرصة تنتصر أمريكا وإسرائيل بيجيبونا على الحكم وإذا هزمت أمريكا وإسرائيل في الإقليم بدنا نهزم معهم ونتشرد بأنحاء الدنيا لأن لا ما كان لنا في سوريا التي تلي الهزيمة الأمريكية الإسرائيلية بتكون تقولوا هيك ما عندكم حال تاني أو تقولوا توبي أخطأنا بيعنا وطنيتنا وإقبلنا نعمل أمريكيان وإقبلنا نعمل إسرائيليين ونحن الآن ندفع الثمن شردنا وتسببنا بكارثة لشعبنا ولأهلنا ولناسنا ولبلدنا وأدخلنا عليه الإرهاب وفوتنا عليه يعني ما كان بعمره بيحلم يفوت على سوريا نريد أن نعود إلى مربع لدينا خلاف مع الدولة السورية على الشق الداخلي لكن نحن تحت راية واحدة في إطار المواجهة مع المشروع الإسرائيلي الأمريكي في المنطقة والنقد هون الانتقاد الذاتي والتراجع فضيلة مش بس إنه مش عيب وتتسع الساحة لأن تكونوا معارضة لكن تحت سقف أنكم في الخندق الواحد الذي تشكل دولتكم فيه مفخرة وترفع رأسكم بمواقفها بأن تقولوا نحن في ظل هذه المواقف متشاركون في خندق المواجهة وروحوا أعملوا جيبوا مجموعاتكم الموجودة عند الأتراك وغيرها على الجنوب المعركة هنا وليست هناك وافتحوا حوار مع الدولة السورية قلوا له نحن عندنا خمسمائة ستمائة مقاتل عندهم خبرة وهذا ما مرنا نقاتل نحن تحت راية النصرة ولا تحت راية احتلال تركي عثماني يعني يريد الشر لبلدنا نحن نريد أن نكون جزء من مقاومة سورية إما في مواجهة الاحتلال الأمريكي في شرق البلاد وإما في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للجولان سلام القدس لكم وعليكم ترجمة نانسي قنقر